اتحاد الكرة المحترم اتحاد الكرة اللي فيه ناس محترمة وعظيمة وكبيرة عرض عليهم روي فيتوريا فكرة بكز معاي عرض عليهم روي فيتوريا المدير الفن المنتخم مصر فكرة ايه هي الفكرة عرض عليهم انه هو يعمل جولة في اوروبا يشوف اللاعبين المصريين مزدوجة جنسية ويقنعهم انه هما يتواجدوا مع منتخب مصر الفترة القادمة ويشوفهم عن قرب يعني ويتكلم معهم حلوة فكرة حلوة وكثير من المديرين الفنيين اللي عندهم لاعبين مزدوجة جنسية في منتخباتهم عملوا الحركة دي لفوا اقنعوا قعدوا شافوا ودوروا تمام حلوة فيتوريا حلوة حلوة جد فكرة عظيمة واتخليها ناخد خطوات لقدام بسرعة واتخليها كمان نشوف عناصر ما كناش شايفانها بس اتحاد الكورة رفض الفكرة مش عجبا مش حلوة ومن الاخر يعني مكلفة من الاخر يعني مكلفة طيب تعالوا نحسبها بلدي إيه لو أعيكم نحسب على بلدي بلدي قوي يعني سفريات فيتوريا دي كلها في أوروبا هتكلف اتحاد الكورة كام مئة ألف مئتين ألف تلتمائة ألف أقولك بالجنيه مش بالدولار ربو مئة ألف خمسمائة ألف جنيه ولا حاجة ولا حاجة لو فدل يلف في أوروبا كلها وجاب لنا لعب واحد الخمسمائة ألف جنيه دول ولا حاجة لو جاب لنا لعب واحد ولا حاجة طيب أقولك الأنقح لو اتدفع الخمسمائة ألف جنيه ومطلعناش بولا لعب على الأقل هيكون بصينا وشفنا وعرفنا وتعرفنا وقلنا ممكن دول يبقوا مهمين في المستقبل بلاش بن كسين بخل فيما يخص أي حاجة فيها مصلحة منتخم مصر شوفك الجملة أقولها لك تاني بلاش بخل في حاجة ممكن يبقى فيها مصلحة لمنتخم مصر ايه ده أنا فاهم ومتفاهم إن الاتحاد عنده أزمات مالية وإنه يا دوبك بيطلع رواتب فيتوريا وميكالي وبريرا رئيس لاجل الحكام بالعافية وكنا قلنا الخبر ده مبارئة فاهم كل ده فاهم مرتباتهم 350 ألف دار في الشهر تلاتة مع بعض رقم ضخم وكبير مفهوم هو أصد كده كده اللي مش مفهوم من اتحاد الكرة أصد يبقى عنده أزمة مالية ما ينفعش فيش اتحاد في العالم بيبقى عنده أزمة مالية دعيب يعني ده غلط دي إدارة غلط بس 500 ألف جنيه من 350 ألف دولار اللي بتدفع دول ولا حاجة يعني مثلا يعني بقول 500 ألف جنيه ده كمان بالكتير ممكن يبقى قل من كده مش عارف والله وبعد كده نيجي ايه هفكرك نيجي نلعب بطولة نيجي نلعب في تصفيات منتخبنا لقد الله يتعصر فتجيب واحد من مسؤولي اتحاد الكرة تقول له انت أفكاركم ايه واخطاتكم ايه الفاطر الجاية لأ احنا هنبص على اللاعبين المزدوج الجنسية اللي برة وإحنا هنطور قطاعات الناشئين وإحنا هنزبط المسابقة وإحنا مش عايف ايه غبا أول ما الأيام تفوت كله بيتنسي لا هنعمل دي ولا هعمل دي ولا هعمل دي لما يجي اخفاق تاني نبقى نقول بقى هنعمل دي وهنعمل دي وهنعمل دي والأيام تفوت ما نعملهاش ويجي اخفاق وحكذا الدائرة اللي بقى منخلص منها دي شوف هذا الخبر ده مستفزني جدا بسيطة يعني نموهم من بعض ونسفر الرجل يلف في أوروبا يجيب لنا لعب حلو لعب على فكرة ده في عشرات اللاعبين المزدوج الجنسية عشرات مش عايز اقول المئات كمان عشرات لو عادنا ندور هنلاقي كتير مش حادش عايز يدور مش حادش عايز يسرف ده يا راجل دي معلومة أكيدة بقى تعايف مثلا لما بلاقي لعيب مزدوج الجنسية من اللاعبين المزدوجين وعايزينه يجي مصر عشان نشوفه تعايف احنا منقوله ايه ما تتفاجهش من الله الليقولك ده عايف احنا منقول اللاعب ده ايه مشيها بنفسك يعني هات تزاكر طيرانك بفيستك بحاجاتك وتعالى نشوفك وبعد كده روح وإقامتك وكل حاجة انت تصرف على نفسك بقى انت هيبقى عندك شرف كبير انك تلعب لمنتخب مصر فاصرف بقى على نفسك ما طبعا ليه شرف كبير ان يلعب لمنتخب مصر بس هو عنه منتخب تاني ممكن يقوله هنسرف وهنعمل وهندلعك وهنعملك اللي انت عايزه فهيروح لده ومزدوج الجنسية يا جماعة هو مش 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 اللي شرب من لها احنا هنلعب لمنتخب مصر انا لو جم قالوا ليلبس فانا لو شورت وانزل يلعب لمنتخب مصر اي نعم هضر لمنتخب مصر انا لو انا نزلت لعب هوافق وهبقى سعيد ومبسوط واكل النجيلة بس الشباب اللي بيقعدين برا دول في اي بلد اوروبي هو اصلا قريدي عايش هناك بيشرب من النيل اللي هناك مش من النيل نحن ومبسوط هناك والدنيل لطيف فانت لازل بقى فيه عرض وطلب يعني انت بتعرض عليه تمام ويمشي فييجي لمنتخب مصر ينول الشرف اه لما نجيبه بقى ونقنعه ان يلعب لمنتخب ينول الشرف كبير انه يلعب لمنتخب مصر طبعا طبعا بس هوا مبقاش فاهم ده ده بيبقى شاب صغير كمان يعني بيبقى عنده مثلا جنسية مصرية ودنماركية مصرية وبلجيكية مصرية وفرنسية مصرية ده نفس الامر على فكرة بالمناسبة يعني في اللاعبين المغربة هتلاقي مثلا لعيب مغربي فرنسي وبلجيكي وجزائري مش عارف فرنسي ودايما تلاقي بتقول انت الاخبار دي اللي هو يقولك ايه اللاعيب الفلاني زي حسام عوار كان لو تفتكروا في قصة حسام عوار اللي بلعب في فرنسا حسام لعب في كل منتخبات فرنسا للشباب وحاولت الجزائر تقنعه ان هو يلعب للمنتخب الجزائري هو هنا مش شخص مش كويس هو بس محتار يلعب لمين ببساطة لازم عندنا العقلية دي ببساطة شديدة لو وصلنا لها هناخد لعيبة عظيمة جدا وساعتها مرة اخرى هيبقى نالوا شرف كبير ان هم ارتدوا تشرط منتخب مصر بس نفاهمهم الاول نقض معاهم ونفاهمهم ماشي دي نقطة